سيطرت وحدات من الجيش السوري على العديد من القرى في ريف حالب الشرقي بعد معارك عنيفة مع مسلحي داعش ونجحت في تطهير عشرات الكيلومترات من عناصر التنظيم يأتي هذا فيما أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا أن المفاوضات السورية في جنيف ستنطلق في موعدها المقرر في الثالث والعشرين من الجاري تواصل قوات الجيش السوري عملياتها العسكرية ضد تنظيمي داعش وجبهة النصر على أكثر من جبهة على امتداد الساحة السورية وأعلن مصدر العسكري أن وحدات من الجيش السوري قاضت على العديد من أفراد المجموعات المسلحة بينهم قياديون في جبهة النصر في ريف إدلب وحماء وأوضح المصدر أن وحدات الجيش استهدفت تجمعات ومواقع انتشار المسلحين في قريتين الهبيط وركاية سجنة بريف إدلب الجنوبي مما أصفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم إضافة إلى تدمير سيارتين محملتين بالأسلحة والذخيرة كما نفذت ضيارة الحربي غارة على مواقع المسلحين في بلدة كافرزيتا وقريت الرهجان وبلد طيبة الإمام بريف حماه الشمالي وفي ريف حمس الشرق وبادي التدمر تدور اشتباكات ومعارك عنيفة بين القوات السورية وداعش تترافق مع استمرار القصف الجوي والصاروخي على محاور الاشتباك وفي درعا القريبة من الحدود الأردنية تمكن الجيش السوري من قتل القياد في جبهة النصر المدعو خالد شحاتا العلول وعلى جبهة أخرى نفذت ضائرات التحالف الدولي غارات استهدفت منطقة نصرات الحكومية شمال مدينة الرقة حيث المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في سوريا سياسيا أكد مصدر في مكتب المبعوث الأمم إلى سوريا استفان ديمستورا أن المفاوضات السورية في جينيف يجب أن تنضلق في موعدها المقرر في الثالث والعشرين الجاري وأشار المصدر إلى أن الأمم المتحدة لا تزال في مرحلة تشكيل الوفود إلى المفاوضات حول سوريا في جينيف وكان ديمستورا قد أعلن الخميس الماضي أن المفاوضات السورية السورية المرتقبة في جينيف ستناقش القضايا المتعلقة بالدستور السوري وإجراء انتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة شكرا